الَّذِي يَصُومُ لا يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُحَدِّثُهُ عَنْ حِكْمَةِ الصَّوْمِ لأنّ بعض الناس في هذه الأيام جعل يُردِّد السُؤال عن حِكْمَةِ الصَّوْم وهذا السؤال أتفهَّم صدوره من غير صائم ولا أتفهَّم أن يصدر من صائم لأنّك إن صُمت والمُطلَق يُرادُ به الكامل كما يُقال في علم أصول الفقه المُطلَق يُرادُ به الكامل إن صُمت لم تحتج إلى من يُخبرُك ومن يُحَدِّثُك عن حِكَمِ الصَّوْم بل ستصير أنت أحد الذين يتكلمون وبعمق التجربة عن حِكْمَةِ الصَّوْم ويعلم هذا من صام حقًا لا من صام ظاهرة وصوم الحق على درجات إخواني وأخواتي درجها إمامنا حُجة الإسلام الغزَّالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هناك صوم العامة وهو صوم عن المفطرات أو المفطرات الظاهرة من الأكل والشُرب وأتيان الأهل من الأكل والشُرب وأتيان الأهل غير أن الإمتناع والإمساك عن هذه المفطرات وحدها دون أن يترتَّب على هذا الإمتناع عن الآثام عن المظالم عن التجاوزات في حق الله وفي حق عباده لا يُغني صاحبه شيئاً قال عليه الصلاة وأفضل السلام رُبَّ صائمٍ ليس له من صومه إلا الجوع والعطش وربَّ قائمٍ ليس له من قيامه إلا السهر ولذلك إخواني وأخواتي الصائم صيام الحق صيام الحق لا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء لا يستويان لا يستويان كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه في الصحيحين فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب أو يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم وفي رؤية إني مرء صائم إني صائم إني صائم مرتين هذا هو الصوم الذي يحتل الدرجة الثانية إنه صوم الخاصة إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن قول الإثم ولسانك عن قول الإثم كما قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وآله بل إن من العلماء وفي رأسهم فيما يحكى عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو مذهب الإمام الأوزاعي وهو مذهب الإمام أبي علي بن حزم رحمة الله ورضي عن الجميع مذهبهم وقولهم أن المعاصي والمآثم تفطر الصائم عائشة بالذات والأوزاعي ذهب إلى أن الغيبة الغيبة فاكهة البطالين فاكهة العاطلين والخيرات أيها الإخوة تفطر الصائم من اغتاب امرأة أفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم هذا مذهب عائشة ومذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أما ابن حزم فذهب إلى أبعد من هذا فقضى بأن كل معصية يأتيها الصائم ذاكراً لصومه عامداً إليها أي متعمداً لها تفطره وعليه القطار كل معصية ليست الغيبة فقط كل المعصية كل ما عصي به الله يفطر الصائم هذا مذهب الإمام ابن حزم وانتصر له وأقام عليه ما شاء من الأدلة في كتابه العظيم المحلى شرح المجلى فالقضية خطيرة لكن هذا صوم الخصوص صوم الخصوص أن يصوم منك السمع والبصر واللسان الجوارح بلا شك هذه حكمة عظيمة هذه الطريقة في ممارسة ضبط النفس والتحكم فيها أيها الإخوة وزمها وقيادتها أخذ مقادتها بقوة يحتاجوا إليها كل البشر ليس المسلمون وحدهم كل البشر يحتاجون إلى أن يرودوا أنفسهم هذه الرياضة وأن يشعروا بالتمكن عبر الممارسة والتريض والمجاهدة بتمكنهم من قيادة أنفسهم ولا تكون النفس كالفرس الشموس الحرون إذا شاءت أن تذهب يمنة ذهبت وإن شاءت أن تشاء فتذهب يسرة فعلت ولا يملك من أمرها شيئا صاحبها لا هذه حكمة جليلة وفائدة عظيمة من فوائد الصوم ثم بعد ذلك هناك صوم خاصة الخاصة صوم العامة صوم الخاصة صوم خاصة الخاصة اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ولن نكون منهم إلا بعد أن نجوز مرحلة ومثابة الخاصة مستحيل لابد أن تمر بصوم الخاصة فمن كان لا يتحقق فيه وصف خواص الصوام فمستحيل محال بعيد جدا يا أخواني بل يستحيل أن يرتقي إلى مصاف خاصة الخاصة الذين أدركوا الحقيقة الزوالية لهذا العالم بكل ما فيه من شخص وأعراض وأشياء ومعاني كل هذا الزائل باطل خيال إما زلت عنه وإما زال عنك وهذا سيكون قريبا وربما أقرب مما تتصور فيجعلون وصلتهم الوثيقة أيها الإخوة وتعويلهم كله على رب العالمين فكأنهم صاموا عن هذا العالم وما فيه وإن كان بعض هذا الذي في العالم بين أيديهم لكنه لا يحتل قلوبهم لأنه ليس في القلب إلا الله تبارك وتعالى بهذا المعنى يا أخواني وإخواتي يتحرر الصائم يتحرم أشياء كثيرة الناس مستعبدة بها ولها طبعا الناس ستعبدهم الشهوات ستعبدهم الغضب القر الحقد إرادة الأخذ بالثأر التمييز الهيمنة السيطر على الآخرين التمييز المادي أو التمييز المعنوي الرمزي الناس عبيد لهذه الأشياء عبد الله حقا رجل الله ولي الله حقا لا يكون مستعبدا لأي من هذه الأشياء قد ارتقى فوقها بإذن الله تحرر والذي يتحرر يستطيع أن يخبر معنى الحب ومعنى الرحمة ومعنى العبودية الحق لله لا إله إلا هو تحرر لا يمكن أن تكون عبدا لله وأنت عبد لشهوتك يستحيل إنسا لا يمكن أن تكون عبدا لله وأنت عبد الإرادة الهيملة على الناس والتمييز عليهم التمييز من بينهم أنني مختلف معنى ذلك أنكم عبيد لي لا يا سيدي لا يا سيدي الكل عبيد بين يدي الله هذه أولى مبادئ الإيمان والإسلام لكن نحن للأسف ابتذلناها نتلفظها نحكيها حكيا كلاما ولا نصدر عنها في سلوكاتنا ولا حتى في معتقداتنا الجوانية الداخلية التي تحرّك سلوكاتنا لا نصدر لا نؤمن بهذه الأشياء على أنها الحقيقة على أنها الحقيقة ترجمة نانسي قنقر